هكذا وقعت الجزائر مع الشريك الألماني أول مذكرة تفاهم لإنجاز مشاريع في مجال الهيدروجين والأمونيا الخضراء توقيع يأتي في ظل سياسة الانتقال الطاقوي عبر برامج تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة من بينها تطوير الهيدروجين الذي درسته الحكومة منذ أيام وأعطت الضوء الأخضر لانطلاق العمل عليها وسوف يكون أول مشروع على أرض الواقع للهيدروجين في الجزائر الهيدروجين الأخضر في الجزائر هو مشروع مع الألمان VNG الذي سنقوم به مع سوناتراك أول مشروع نموذجي لتطوير الهيدروجين في الجزائر المشروع الذي سيكون بتمويل مشترك بين البلدين يهدف إلى دراسة إمكانيات التعاون لإنتاج هذه المادة بهدف تصديرها إلى ألمانيا سيتم التركيز في بدايته على مسائل الإنتاج والنقل إلى التسويق للوصول إلى هدف إنتاج كميات كبيرة من الهيدروجين الأخضر ابتداء من عام 2030 هو أول مشروع على أرض الواقع للهيدروجين الأخضر في الجزائر قللنا من استهلاك الطاقة داخل ألمانيا ونحتاج إلى استيراد الهيدروجين الأخضر إنتاج الهيدروجين الأخضر سيمكن الجزائر حسب تصريحات مسؤوليها من اكتساب التكنولوجيا الخاصة بتطوير الطاقات المتجددة التي تعتبر ألمانيا رائدة فيها وعلى ضوء المخرجات قد يتم التقدم في إنتاج وتصدير هذه المادة وتواجه الجزائر حسب خبراء تحديات لإنتاج المادة من بينها مشاريع الطاقة الشمسية وتوفير كميات كبيرة من المياه المقطرة بالإضافة كذلك إلى التحكم في تقنيات وتكنولوجيا نقل الهيدروجين نهز روات سكاينيوز عربية الجزائر